تباشر مصر وتركيا مفعوضات لإقرار أليات التبادل التجاري بالعملة المحلية بينهما من شأنها أن تقلل اعتمادها على الدولار الأمريكي أقل رئيس جهاز التمثيل التجاري ومساعد وزير التجارة والصناع المصري يحيى الوافق بالله للعرب أن رئيسي البنكين المركزيين سيجتمعان منتصف الشهر الجاري لوضع اللمسات النهائية على اتفاق التبادل التجاري لما لا يقل عن 30% من حجم هذا التبادل مؤخرا الحمد لله يعني أمنا خلقنا تواصل بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي وهلتقوا في الأسبوع المقبل لبدء وضع المفاوضات والآلية للتبادل بالعملات المحلية الليرة التركية والجنيه المصري طبعا ده مفيد على مستوى التبادل التجاري ومفيد على مستوى السياحة بين الجانبين وقال مصطفى دنزرر رئيس مجلس الأعمال المصرية التركية أن الفترة الآتية ستشهد دخول شركات تركية جديدة إلى السوق المصرية سنادا إلى تحسين العلاقات السياسية بين البلدين نحن بحاجة إلى أن نظهر للحكومات كيف يمكن أن ننمو في مصر وكيف يمكن أن تقدم تجارة قصة نجاح حقيقية الدولتان تمرن بوضع اقتصادي صعب لذلك ستسهم الشركة المتبدلة في مساعدة الجميع في المستقبل سينمو التعاون في مجال الطاقة والبضائع التركية لها سمعة طيبة في مصر لذلك فإن الاستثمارات التركية في نمو مستمر ويمكن أن تجد طرقا أخرى للدخول إلى السوق المصري ترجمة نانسي قنقر